لا ملامحة لاستمرار الحياة ولا سبيل للخروج من وسط المعاناة هنا في الحديدة المحافظة التي يموت سكانها مرتين مرة بالأمراض والأوبئة ومرة أخرى من شدة الحرارة وانقطاع الكهرباء العقاب الجماعي الذي فرض على هذه المحافظة كناتج من نتائج الحرب هو الآخر يمثل عاملا رئيسا زاد المأساة وطأتا وعبئا المركز الوطني للأرصاد نبه قاطنية المناطق الساحلية من الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة الأمر الذي سيزيد من معاناة هذه المحافظة المغلوبة على أمرها وبين هذه التحذيرات يقول مراقبون أن الأزمة الإنسانية التي فرضها المناخ وعيز الميليشيا عن إيجاد الخدمات وعدم رغبتها في حل أزمة الوقود والكهرباء هي من زاد الوضع سوءا إذن قد يكون بإمكان أبناء هذه المحافظة التغلب على فارق غياب الخدمات ولكن تظل أشكالية التحولات المناخية المتمثلة بارتفاع درجة الحرارة هي الفارق الصعب الذي لن يتمكنه من تجاوزه